السلام عليكم طلاب الصف الثالث ادني اعادة الموضوع جدا مهم موضوع التعاريف طبعا هذا الموضوع يجينا بالامتحان الوزاري بس سؤال الثالث فرعي جدا مهم علي خمس درجات يأتي سؤال التعاريف يلأس الوزاري في السؤال الثالث فرعي سؤال الثالث فرعي علي خمس درجات احنا عدنا مجموعة التعاريف بالوحدة الأولى عدنا تعاريف بالوحدة الثانية بالوحدة الثالثة وبالوحدة الخامسة وبالوحدة السابعة عدنا عدة تعاريف راح يجيب من هذه المجموعة التعاريف من كل التعاريف راح يجيب لنا ست جمل الإجابة على خمسة راح يجيب لك أسماء التعاريف فوق أسماء التعاريف ست أسماء تعاريف وجوجهم للتعاريف كل اسم تعريف ننسبه الجملة مالتن نختار للجملة المناسبة له يعني كل اسم تعريف لازم نزل بالجملة مالتن فيتطلب منكم يتطلب منكم ما تحفظ التعريف ضعيف بالترجمة لازم كل جملة تركز على كلمة أو كلمتين تركز كل جملة على كلمة أو كلمتين حتى من تجاه هذه الكلمات تعرف هذا الجملة تعود ليا تعريف فعدنا عدة تعريف المجموعة الأولى تعارف الوحدة الأولى It makes cars, boats and planes move It makes cars, boats and planes move يجعل السيارات والقوارب والطائرات تتحرك اللي هو تعريف المحرك engine engine محرك engine محرك وربما يجيب لك كلمة full full وقود engine أو full هذا الجملة مثلا نركز على كلمة cars سيارات أو boats قوارب تريد غير كلمة مثل planes من تجيك هذه الكلمات تعرف بأن هذه الجملة تعود لتعريف المحرك words and pictures to help sell things words and pictures to help sell things كلمات وصور تساعد في بيع الأشياء نقدر نركز على كلمة sell things sell things بيع الأشياء هاي تعريف الإعلانات advertes advertes إعلانات نركز على كلمة sell things من تجي نختار advertes إعلانات a person who helps others is a person who helps others is الشخص الذي يساعد الآخرين helps others يساعد الآخرين هذا تعريف helpful متعاون أو محبل المساعدة helpful متعاون you can clean your teeth with this you can clean your teeth with this تستطيع أن تنظف أسنانك بهذا شوف عندي teeth أسنان نركز على كلمة teeth من تجينا بجملة كلمة teeth بمعنى هذا تعريف فرشة الأسنان tooth brush tooth brush فرشة الأسنان three or more people waiting in line three or more people waiting in line ثلاث أشخاص أو أكثر ينتظرون في خط في طابور three more تريد تركز على كلمة waiting ينتظر انتظار line خط يعني ثلاث أشخاص أو أكثر ينتظرون في خط شخص بعد شخص هذا نسميه cue الطابور cue طابور cue طابور نجي على المجموعة الثانية تعرف الوحدة الثانية something you do in your spare time something you do in your spare time شيء ما تفعله في وقت فراغك نركز على كلمة spare time spare time وقت تسلية أو وقت فراغ من تجي هالكلمة هاي تعريف الهواية hobby هوية hobby هوية a funny book film or play a funny book film or play كتاب كتاب film أو مسرحية مضحك كتاب أو فيلم أو مسرحية مضحكة ركز على كلمة فني من تجيني كلمة فني هاي تعريف comedy مضحك comedy another word for a writer another word for a writer كلمة أخرى المرادفة لكلمة رايتر عندي كلمة رايتر كاتب رايتر نشوف هاي الكلمة يريد كلمة مرادفة لها author مؤلف أو كاتب author مؤلف activities like running, jumping and swimming activities activities فعاليات أو أنشطة لايك مثل running الركض jumping القفز and swimming والسباحة شوف من شوف كلمة swimming أو jumping أو running مايتعريف الرياضة أو العاب الرياضية sportis you go to one of these to hear someone sing or play music أنت تذهب لواحدة من هذه لسماع شخص ما يغني أو يعزف على الموسيقى you go to one of these to hear someone sing or play music أنت تذهب لواحدة من تلك لسماع شخص ما يغني أو يعزف على الموسيقى نشوف كلمة sing play music sing يغني music موسيقى concert حفلة موسيقية جواب concert حفلة موسيقية تعاريف الوحدة الثالثة تعاريف الوحدة الثالثة a bird that hauntes and kills other birds a bird that hauntes and kills other birds الطائر الذي يصطاد ويقتل طيور أخرى شوف نقدر ركز على كلمة hauntes يصطاد أو kills يقتل hauntes يصطاد kills يقتل هذا تعريف predator طير الجارح ومفترس predator predator أو ربما تجيك للتسمية أخرى bird of prey bird of prey طير جارح أو مفترس هذا التعريف للتسميتين ربما يجيب لك predator أو bird of prey the opposite of safe the opposite of safe أكس كلمة آمن كلمة safe آمن أكس كلمة آمن نشوف كلمة safe يعني dangerous خطر أو خطير dangerous dangerous sit and travel on a horse or camel sit and travel on a horse or camel اجلس وسافر على حصان أو جمل شوف كلمة horse حصان camel الجمل البعير شوف وحدة من هذن rider راكب أو ركوب rider أو ride rider أو ride وحدة من هذن راح يجيب the fastest bird in the world the fastest bird in the world الطائر الأسرع في العالم falcon الصقر fastest أسرع بير طائر fastest bird جواب falcon الصقر falcon الصقر rise and wait for example rise and wait for example الرزة التمن والحنطة على سبيل المثال crops بس نشوف كلمة رايس wait الجواب crops نختار crops محاصيل people who are not children people ناس أو أشخاص who are not children ليسوا أطفال not children بس نشوف كلمة children not children الجواب adult بالغون الجواب adult بالغون funny story funny story بس نشوف كلمة funny story قصة مضحكة الجواب comedy الجواب comedy information معلومات about information معلومات about حول sun الشمس rain مطر and temperature ودرجة الحرارة weather التقص weather forecast weather forecast يعني التقص أو النشر الجوية information about sun rain on temperature معلومات حول الشمس المطر ودرجة الحرارة weather forecast تقص ركز على كلمة sun شمس أو rain مطر a question and answer program a question and answer program برنامج سؤال وجواب كوز شو مسابقة ثقافية أو حوار ثقافي كوز شو ركز على كلمة program برنامج program من تجاه الكلمة الجواب كوز شو كوز شو conversations محادثة أو محادثات between بين famous people famous people ناس مشهورين conversation محادثة أو حوار between بين famous people famous people ناس مشهورين famous people هاي تعريف talk show برنامج حواري talk show it gives تعطي information معلومات about one subject حول موضوع واحد it gives information about one subject بس نشوف كلمة one subject موضوع واحد الجواب documentary documentary وثائقي أو برنامج وثائق the commentary خلصنا من تعاريف الوحدة الرابعة نيجي على تعاريف الوحدة الخامسة opposite of wide opposite of wide x كلمة wide wide وسيء واسع أو عريض wide واسع أو عريض narrow narrow ضيق x كلمة wide narrow 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 وضيق caos أبقار يجيب لك فقط كلمة caos وفراغ cattle ماشية أو مواشية caos cattle very old very old قديم جدا ancient الجواب ancient بس يجيب من very old فراغ الجواب ancient without mountain without mountain بدون جبال without mountains mountain جبل flat أرض منبسطة أو راح يجيب لك ربما flat grass land أرض عشبية منبسطة things that farmers grow things that farmers grow أشياء يزرعها الفلاحون farmers فلاحون grow يزرع أو ينمو crops محاصيل لدينا تعريف آخر للمحاصيل crops لدينا farmers grow crops things that a country produces أشياء ينتجها البلد and sells to other country ويبيعها إلى بلد آخر things that a country produces أشياء ينتجها البلد and sells to other country ويبيعها إلى بلد آخر export الصادرات export الصادرات شوفي هنا كلمة country بلد produces ينتج country بلد export الصادرات a factory مصنع for changing sugar or oil مصنع لتغيير أو تحويل السكر والزيت from their natural state من حالتها الطبيعية a factory for changing sugar or oil from their natural state refinery مصفة شوفي هنا عندي كلمة شقر سكر oil زيت عندي factory ركز على واحدة من الكلمات من تجي كلمة oil شقر الجواب refinery مصفة مصفات a kind of glow a kind of glow نوع من الغراء glow غراء أو صمغ gum a kind of glow نوع من الغراء gum بس نشوف كلمة glow الجواب gum والموضوع جدا مهم يعني الطالب المفروض يضمن خمس درجات لان راح يجيب لك اسماء التعاريف وجو جملة التعاريف كل اسم تعريف النزلة بالجملة مال تطلب من عندنا نركز بكل جملة على كلمة أو كلمتين حتى نعرف هذا جملة تعود اليا تعريف شوف هذه سئلة التمهيدي 2021 للطلاب الخارجيين سؤال الثالث أي شوف جاب لي ست جمل وفوق اسماء التعاريف ست كلمات ثابت سؤال الثالث فرأ أي تعاريف اختار كلمات من القائمة أسفل التي تتطابق أو تتناسق مع التعاريف التالية كل تعريف ننسبة للجملة مال كل تعريف النزلة بالجملة مالته شوف خطر أو خطير أوثر مؤلف كيو طابور وذر فوركاست الطقس أو النشرة الجوية برنامج حواري طولك شو فشينغ طبعا هذا ما جاي بنا تعريف من غير التعاريف جاي بنا تعريف من غير يعني نقدر نقول تعريف خارج يعني مو من ضمن التعاريف اللي موجودة فشينغ يعني صيد السمك أولا three or more people waiting in line three or more people waiting in line ثلاث أشخاص أو أكثر ينتظرون في خط شوف نقدر ركز line خاط waiting انتظار three more بكيفك ركز على كلمة أو كلمتين line waiting هاي تعريف الطابور cue تكتب أولا cue أولا cue ثانيا another word for a writer another word for a writer كلمة أخرى مرادفة الكلمة writer شوف writer كاتب يريد كلمة مرادفة لهذه الكلمة يعني تنطي نفس معناها author author مؤلف الجواب author ثانيا author ثالثا the opposite of safe the opposite of safe عكس كلمة آمن عكس معاكس كلمة آمن safe آمن dangerous خطير أو خطر dangerous ثالثا dangerous رابعا conversation between famous people conversation محادثة أو حوار between بين famous people بين ناس مشهورين شوف كلمة conversation famous people جواب talk show برنامج حواري talk show إذا الرابعا talk show خامسا to sit by the river to sit by the river with a long thin road تجلس بجانب النهر يعني وبيدك السنارة السنارة السيد to sit by the river with a long thin road تجلس بجانب النهر وبيدك السنارة ما للصيد شراح الصيد شراح الصيد fishing صيد السمك شوف هذا التعريف جايب ومو من ضمن التعاريف تعريف الخامس هذا مو من ضمن التعاريف بس من خلال عرفنا من خلال كلمة river نهر أو thin road سنارة الصيد نعرف بأن هذا صيد السمك fishing آخر تعريف السادس information information معلومات about حول sun شمس rain مطر on temperature ودرجة الحرارة information about sun rain on temperature شوف عندي كلمة sun شمس rain مطر temperature درجة حرارة إذن هذا الطقص أو النشرة الجوية weather weather forecast weather forecast فراح يجيب لك نفس هذا النمط أسماء التعاريف فوق 6 أسماء تعاريف وجوه جمل التعاريف راح يجيب لك 6 جمل إحنا مجرد كل تعريف ننسي بعد جملة مالتا نزل بالفراغ مالت جملة مالتا في تطلب من عندنا كل جملة نركز على كلمة أو كلمتين حتى نعرف هذه الكلمة تعود ليا تعريف فالمفروض المفروض الطالب يحصل على درجة كاملة خمس درجات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة